طيب عايز تقالك بكرة مواجهة كبيرة للاهلي مع بلميرس البرازيلي مطلوب يمن الاهلي بكرة عشان يعمل مباراة كبيرة قدام بلميرس زي ما عمل مباراة كبيرة قدام منترين مكسيكي اه اولا نادي الاهلي اللاعب في الظروف صعبة جدا اه حداشر لعب بلعبه اولا في ناس ملهاش بديل ملهاش بديل طاهر لعب راس حربة سعيها هو لعب بعد الماتشد فيما قولين لعب راس حربة ولكن اجاد يمكن احلى ماتش لطاهر حتى لما كان بلعب في نص الملعب مع النادي الاهلي الماتش ده اجاد فيه لواء بتاع منتر الاخير اه كان فيه عجز في الدكة الاحتياطي يعني كانوا اتنين قاعدين احتياطي مصطفى شبير وحمزة ادي اتنين حراس مار محمود وحيد وكريم فؤاد اتنين على الباكات وبعد كده مكسوني وليد سليمان والتالت كان مكسوني وليد سليمان وزياد طارق طبعا خبرته لسه صغيرة لا عندك قلب تفع ولا عندك وسط مدافع ولا عندك راس حربة فالنادي الاهلي ادى مباراة جيدة جدا وقدر يفوز بيها ممكن اول بس تلت ساعة كان فيه الربكة وارتباك لكن بعد كده وقدروا يقفوا على رجلهم وهاني جاب جون جميل جدا وكل الناس قدت اداء ما كانش متوقع في غياب العدد الكبير صح سواء اسابات او دوليين اسابات او دوليين ومراكز مش موجود يعني مراكز يعني انت مش بت يعني لعب ديانجو وقفشة في النص وقدم شاحات ومصطفى وقصدي وطاهر وكان الشحات وطاهر وجناح الشمال كان كان الشحات وطاهر في النهجوم اه والتالت كان هقول لك ثانية واحدة بس انا اطلال واحمد عبدالقادر واحمد عبدالقادر واحمد عبدالقادر برضو اللعيب المميز جدا وانا اعتقد لو هو كان مستر كيروش شافه ماتشات كتير كاساسي هو ما كانش بلعب اساسي ممكن جدا ينضم المتخب لانه عنده قدرات كويسة جدا زي محمد هاني زي ما اتكلمت على طريق حامل زي ما كانت على قفشة زي ما اتكلمت يعني في بعض العناصر ممكن تضاف بعد كده من وجهة نظري طبعا الشخصية اكيد مستر كيروش هو اللي بيقود هو الجهاز المعاون ليه شايف مين شايف مين من الدوليين بكرة المفروض يشارك الخمسة الدوليين يسافروا للاهل بص صعب جدا صعب جدا على حمدي وعمر السلاي صعب جدا يعني لعبين وعبدالمنعم دول اللعبين اربع ماتشات مئة وعشرين دقيقة في الزمن دايقة جدا وهيوصلوا على الفجرة على المطر صعب بس هيزودوا على الاقل لكن ايمن اشرف ملعبش اخر ماتشين يقدر يشارك خاصة انه مغربي هو اللي بلعب السرد باكي انه تعافي مستر المسلمين بلعب ثلاثة اربعة ثلاثة صحية فكان بلعب ياسر ورامي ومغربي مغربي ادى ماتشو كواس بس برضو عشان ولد لسه صغير برضو جالوا توتر وكان مشهود وجالوا كرامب وكده ممكن يبدأ به بس انا الافضل انه يبدأ بايمن اشرف لوسة يعني سليم لانه هم ريع وشريف رغم انه طاهر ادى بشكل كويس جدا من فرص الحربة ممكن يبدأ بشريف او ممكن يخلي شريف على الدكة بس هم اقرب اتنين يشاركوا ايمن وشريف بعد كده عمرو حمدي وعمل مهم متعبنين جدا ممكن يبقى يستفيد منهم على الدكة على الدكة شوية فانا اتمنى انه الاهل يوفق ويقدر يعمل ماتش كويس زي الماتش اللي فات اللي هساعده بي جمهور الناد الام